كن مسلماً وكفاك بين الناس فخراً ورائع القرآن جل الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً فإن أصدب الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل مهدثة دلالة وكل دلالة فينها أصدب الحديثة بدعة وكتاب الله وكتاب الله وكتاب الله وكتابه أصدب الحديثة بدعة وكتاب الله وكتاب الله وكتابه أسر not есть ومن الضطور من فرkaların görüşlerine kalmuştık أصدب الآنansen وأصدب Uhh آغام آغام رفض الضطور كتاب الله وكتاب الله وكتاب الله وكتاب الله وكتاب الله حين سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وقال هما وزير جدي فرفضوه وتركوه وكانوا في سباق معه ما تلك سباق يعطي، مملقة حقرية للسلطة والسلطة بالحقرستitti yani Şii olan kısımlar Zeyd İbni Ali döneminde yani Zeyd İbni Hüseyin'in Hüseyin'in oğlu Zeyd, Hazreti Ali onun dedesi. O zaman da Yemen'de Allah-u Alem, o zaman da ve hatta Arak'ta bazı mübarekler Yemen'de olduğunu söylüyor. Orada bir şeye gittiler bir savaşa gittiler. 3000 kişilik orduyla onunla beraber. Ve o arkadaşları işte 300 kişi, 3300 kişi. Ve tam işte düşmanla karşı kaldıkları zaman savaşa girecekler sordular dedi ki Ebu Bekir ve Amr hakkında görüşü nedir? Ey Zeyd dedi ki yani bu dedemin halifeleri, bakanlarıdır. Farafaduha bu sözünden dolayı onları reddettiler, onu reddettiler, dışladılar ve 3000 kişiyle onu terk ettiler. Bir savaş var. ne olacak? Onlar terk ettikleri zaman 300 kişiyle savaştı ve orada şehit oldu. Zeyd radıyallahu anh. İşte burada diyor ki ve نَفَرُوا مِنْهُ وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ فَسُمْمُوا رَفِضَةِ Hakkı söyledikten sonra yani onların tiskindiler onu dışladılar ondan dolayı rafada kelimesi oradan gelme. وَأَصْلْ مَذْهَبُهُمْ peki bu onların mezhebleri nerede gelme diyor? وَأَصْلْ مَذْهَبُهُمْ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابن سبأ وهو يهوديyan تلبس بالإسلام Abdullah bin سبأ bu adam يهودidir. ظاهراً مُسْلُمَنْ دِرْ اَوَمْ مِنْعَفِقْتَ هَلْ مِنْعَفِقْتَ الْمِنْعَفِقْتَ الْمِنْعَوْدِ اِشْتَ أُنْلَرْضَ فَالظاهر تَشَيِّعَ لِآلِ الْبَيْتِ وَالْغُنُوْفِيهِمْ لِيَشْغَلِ النَّاسَ عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد بولس دين النصارى عندما تلبس بالنصرانين